الرجل دا يماع وقح في الصحابة قال الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون في احظ من الدنيا والله في القرآن اثنى على الصحابة ظايرا وباطنا ابيّن نية الصحابة قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون دي شنو الحاجة الفي الاضان ولا الفي القلب يبتغون يعني جو في قلبنا الله اطلع على قلوبهم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون هم الصادقون قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم صحابة برضو ولا ما صحابة صحابة قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا في صدورهم عديم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم شنو خصاصة ذي الصحابة ولا ما صحابة هنازل قال لك الدنيا حقة بالدول غير وهم في امس الحاجة الى ما يعطون الناس ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم ودواجبنا جمال يقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا انك روف الرحيم كلام محمد مصطفى ذا رفعوا للعلم الكبار هناك شيخ الفوزان والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي والشيخ سليمان رحيلي كلهم جوابهم فيه واحد كلهم ابطلوه شيخ الفوزان قال هذا الذي يقول هذا الكلام اما جاهل وما درس كتب العقيدة وما عرف قدر الصحابة او انه رافضي الشيخ عبيد الجابري قال انصحوه انقبل الحمد لله وان لم يقبل فهو صاحب هوا وتركوه او كلمة نحوه الشيخ سليمان رحيلي قال الذي يتكلم في الصحابة فهو مخذول زون مخذول يقع في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى كله خليه يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذ وصحاب الالباني وحسنه من رواية بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوه انتهى الكلام اصحابي ذهن لما يجيبون قال امسكوه موضوع انتهى ذهن الافضل ناس يا اخو تركوا الدنيا وتركوا الاموال وتركوا كل شيء طمعا في رضى الله سبحانه وتعالى وما غيروا وما بدلوا المسألة التانية محمد مصطفى وناصحوا ابا قال اها تعال بدعني قال قالوا لي توب ما بتوب تعال بدعني قال ودق الكتب وزاتوا عم مقدة دق الكتب وقال اتحدث سعودية كلها وانا عندي كتب بتناطح الجبال ولا شنو ادل بتناطح الجبال الى اخره كلمة زي طيب واشياء كثيرة جدا عمل الرجل اتنين جماعة الزل بيقع في اشياء من البدع منها قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ذا في السنة لابن ابي عاصم من رواية عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة الذي سلطان دار تنصح لك ذا سلطان وزير والي معتمد عسكري ما تناصحه قدام الناس خاصة به لو زول عام من عامة الناس زيانة كذي ناصحه قدام الناس ما مشكلة وروده على قدام الناس جاب باطل قدام الناس لكن زول من زوي السلطان قال لك دات جر براو تناصحه ما بجوز في المنابر تتكلم فيه قال من كانت له نصيحة الذي سلطان فلا يبده علانيا وليأخذ بيده وليخل به فان قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه مش الحديث واضح ابن حجر العسقلاني قال والقعدية قوم من الخوارج يزينون الخروج ولا يرونه تكلموا في الحكام يزينوا الخروج وهم ما بيمرقوا بيسيفون لكن بلسانوا بيخرجوا قوم من الخوارج محمد مصطفى ده برد على الوزير في الملأ في المكرافون ده برا من المآخذ التي تكفي في إسقاط هذا الرجل يزكي رجل من أهل البدع رجل منحرف اسمه علي حسن الحلبي ده زل منحرف والعلماناك ردوا عليه بعضهم بدعوا ده الشيخ عمد النجم وغيره ده من أهل البدع ده بزكيه الرجل اللي هو محمد مصطفى يزكي جماعة اسمها جماعة المركز العام ده تنصار السنة ده اللي بكرموا الصوفية ويمشوا يثنوا عليه ناس الصادق المهدي زعيم وبيجاي يثنوا عليه أهل البدع وأهل الضلال وده اللي من أهل البدع وأهل الضلال وعندهم انحرافات يموت التراب يمشوا يعزوا فيه الرجل ده من الجماعة دي جماعة المركز العام بل يثني عليهم وشيخنا الأكبر الهدية بقول أنا بحب البرع البرع الضلالات منتشرة والأشياء بتاعته دي دعاء غير دعاء غير الله سبحانه وتعالى ضلالات منتشرة وغيرها من الأشياء فدي خلافاتنا مع منو محمد مصطفى طبعا حاجات نبذنا فيها نحنا شخصيا نبذنا فيها وكذا وكذا قول لك حبوبتك وإلى آخر وحلقوم كبير وعصبجية دي كلها أشياء حقتنا نحن حقتنا نحن خليها أن أبرانا قادرين عليها ولو ما شلناه في الدنيا خليها زي دي أنزاء لكن بتاعت الصحابة دي أنت مفروض يكون عندك شنو موقف واضح منا رجل زي دا ما تسمع له حتى يتوب زول عجيب جدا وعنده كذب وعنده تناقضات